موسيقى بتكون البطلة سكرانة وبتدخل غرفة الرئيس بالغلط وبتسحى تاني يوم وتكتشف انه هو رئيس شركتها وبتعرف بعدين ان هي حامل بطلتنا بتروح عند جدتها وتكون الجده بتصرغ على امها بسبب اللي ريان عملته ريان جابت العار للعيلة والاخبار انتشرت في التلفزيون ان هي حامل وتحاول تهديها امها تقول لها الجده ازاي تتجرعي وتكلميني كده عصب عليهم وتضربها وبعدين بتكون ريان في الشغل وبتيجي المديرة وتقول لهم ان المدير هيزور المكتب الفرعي لأول مرة لازم كلكوا تستعدوا ويروح الرئيس الشركة وكلهم يستقبلوه لكن ريان بتكون متأخرة على الاستقبال وتروح جاري لكن بتغبط في الرئيس وتحس ان هي دايخة وتفقد الوعي ويوديها المكتب ويؤمر يجيبولها دكتور العيلة ويمشي علشان يقابل رئيسة الشركة وبتقوله انا بتمنى تجيب معاك مراتك المرة الجاية وبتيجي جدت البطل هان بتروح له المكتب ويقولها الدكتور اتطمني هي بس كانت خايفة مفيش اي خوف على صحتها ويحاول هان يكلمها تقوله اخرص واخرج برا علشان اقولك حاجة وبتصرخ عليه جدته وتقوله انت دلوقتي سنك 29 سنة هستنى لحد امتى يقولها بس انت وعدتيني لما انا كنا الرئيس مش هتتدخلي في شؤوني او تجاوزيني انت وعدتيني بكده انا مش هتجوز اي حد ابدا ازاي تجوز تصرخ وتقوله التعاون اللي بيننا وبين الشركة التانية قرب مش ممكن تدمر العقد لازم لما تقابلهم تكون معاك مراتك وتفوق ريان وبتيجي الجدة وتكون قلقان عليها وتقرب وتقولها انا جدة هان وتقولها ريان انا معرفش جيت هنا ازاي انا لازم امشي وروح الشغل وتمنعها الجدة ما تقلقيش محدش تجرق يلومك هنا وترجع شغلها وكل زمايلها بيتكلموا عليها ولما فقدت الوعي ورأي شالها لمكتبه وجاب لها دكتور العيلة ويجي هان ليها وياخدها ويمشي ويروح بيته وتقولها الجدة انا عارف انك حامل من حفيدي وما تقلقيش انا هرتب للجوازة يتصدم هان ليه ما عاشتيش هنا من الاول دلوقتي جسمك محتاج راحة انت واحدة حامل وتخلي مدبرة المنزل تهتم بيها وتقولها المدبرة ان الرئيس هيجي يتعشى معاك وتقوله مش لازم تيجي وتتعشى معايا يقولها من لحظة دي وإحنا متجاوزين انا مرزم اجي وكون معاك ويلاقيها مش بتاكل غير السمك بس يسألها ليه انت مش بتاكل غير السمك تقوله انت ليه مهتم باللي باكله يقولها مش مهتم بيكي انا مهتم بالطفل اللي في بطنك ويخليها تاكل افضل ويأكلها بنفسه ويشوفها مهتمية بالورد وعجبها يؤمر المدبرة تحط عندها في الغرفة وبتقولها المدبرة ان الدكتور بتعليها جي علشان يفحصك ويجي هان ويشوف الدكتور بيفحصها وبيقول الدكتور ان الطفل بخير يقوله تعالى بنفسك ويسمع صوت الجنين ويقرب من بطنها ويسمع صوت الجنين ويقول في نفسه هو ده صوت ابني وبتوديها الجدة لبيت علشان تروح بيتها وتقول لجدتها ان هي هتتجاوز هان وبتروح هي والمدبرة عند جدتها وبيدوها هدايا لكن بترفضها لان هي قليلة وبتتصل المدبرة بيه علشان يسمع الكلام اللي جدتها بتقوله وتقول لها بنت عمتها انت واحدة شطرة قوي في وقت قصير قدرت تستادي رجل غني يا ترى هيكون شكله ازاي رجل قبيح وأصلع وبيقرر هان انه يروح عند بيت جدتها علشان يتقدم لها وفي الوقت ده بييجي عريس لها وبيقول لأمه هو احنا فعلا هندفع لها 30 ألف بجد مش كده كتير على رويان تقوله ما تفكرش كتير انت ما سمعتش في الأخبار هي حامل من رجل غني وتزعى فيها جدتها وتقول لها النهاردة في عريس جاي لبنت عمك جايين علشان يخطبوها لو حاجة حصلت غلط انت هتتحمل المسئولية روحي وحيي الضيوف بسرعة وإلا هتردك من البيت ويجي العريس ومعها 30 ألف وبتقول أمه احنا حبناها من أول نظرة وجايد نطلب ايديها بـ 30 ألف إيه رأيك تفرح جدتها جدا وتقولهم اتفضلوا يلا ويجي راجل في نفس اللحظة ويقول لها الحقي حفت تجايل لها راجل من السماء وتفرح هي وشياو يقول لها الراجل لا مش شياو أنا بتكلم على رويان كلهم بيدوروا على رويان مش شياو يتصدموا كلهم ويروحوا يشوفوا الراجل الغني اللي جاي وتقول شياو من الراجل الغني اللي وسيم اللي جاي يخطب ريان ده وييجي الرئيس هان هو وجدته ويجيب لها فلوس كتير جدا وتقول الجدة احنا جينا هنا وجايبين معنا شوية هدايا صغيرة ومهر للبنت رويان وتبصت جدتها على الفلوس وتكونها تموت من الفرحة ومش مصدقة عنيها وهم واقفين بيمسك إديها بالعافية ويسأل جدتها ويقول لها ايه رأيك ده مهر رويان ممكن اكون جزها توافق على طول وياخدها ويمشي وهي طبعا جدتها هتموت من الفرحة بالفلوس وبعدين تقول له انت ليه بتزقيني كده انت ملكش الحق يقول لها لانك على طول متوترة وده مش كويس لسحة الطفل تقول له خليك متأكد انا عمري ما هقزي ابني ابدا يقول انت دلوقتي ايه لعي الاسورة اللي لابساها ترفض وتلبس فستان الفرح وتلمس بطنها وتقول هو انت بجدها لتجوزي وييجي الحرس للرئيس ويقول ان السيدة شي رجعت فجأة كل شي عليها وتضروها لطول بالقلم تقول لها انت عايز تتجوزي هان انت ما عنديكيش ضمير هان ده حبيبي ازا تتجوزي حبيبي تقول لها انت رجعت في وقتك انا عايز اسألك اليوم اللي دخلنا فيه الفندق انا ليه دخلت الغرفة الغلط دي ما كانتش غرفة حبيبي جينج دي كانت غرفة هان حبيبك انت جينج كان فين في الوقت ده ترتيبك شي ومتعرفش ترد عليها تقول لها انا هارف ازاي انا ديتك مفتاح جينج وانت بدلت المفتاح مع غرفة حبيبي انا انا كنت بعملك كويس هيدي طريقتك فينك ترد الدين ليا تمسكها رويان وتقول لها صدقيني انا اخدت المفتاح الغلط صدقيني تقول لها شي لو انت تجوزتي هان انا هعمل ايه وتبص لها بصة خبيثة وتقول لها فتكري حبيبي جينج انت اسيا قوي عليه ازاي تعملي كده مع جينج وتقول لها انا بقولك وهنصحك نصيحة امشي من هنا دلوقتي امشي بسرعة اوه ترجعي اوه تعملي حاجة انت مش عايزاها جينج بيحبك هو مستنيكي برا يلا روحي بسرعة اوه تتجوزي هان قد تخرج من القضع جاري لكن الحرص بيمنعوها ان هي تخرج وتقلع الدبوس اللي في شعرها وتقولها موت نفسي لو ممشتش ويجي جينج حبيبها ويقوله الرئيس هان تاخد كام وتسيب ريان ارايك في مئة الف اتعصب جينج ويعل السعر المليون يبصله بقرف يعل السعر اكتر خمسة مليون يبصله كده ويجيب شنطة فيها الفلوس يتصدم جينج وتحاول تحيل عليه ما ياخدش الفلوس لكن بيجري زي المجنون وياخد الفلوس ويكون هيموت من الفرحة تحاول تخليه يثيب الفلوس تقوله احنا اهم احنا مع بعض يقوله انا دلوقتي بقيت راجل غني سيبيني تقوله انت الفلوس عمتك انا لسه لابسة الاسورة بتاعتك سوا لسه فاكر يقوله اسمعيني انا بعمل كده عشان مصلحتك انا دلوقتي بقيت غني تتحايل عليه انه هما يمشوا سوا يبصل الفلوس ويقوله انا اسف وياخد الفلوس ويمشي وهي تحاول تجري وراه لكن بيمسكها هان وندراعها ويمنعها انها تمشي وراه وتبكي وتحاول شي تقابل الرئيس لكن بيمناعها الحراس ويقوله لها هو منعك من دخول المكان تتجنن ازاي انت عكد بتجذب علي انا المفروض اللي تجوزه النهاردة مش ريان ويقف هو وريان ويمسك ايديها بالعافية ويلبسها الخاتم وتغيط لما تفتكر جينج وهو بياخد الفلوس وتقول انا وهان تجوزنا النهاردة ممكن يكون جوازنا منه قرار كويس وعشان ابني لازم اكون قوية ماينفعش بقى سهلة حتى لو كان جواز بالاسم بس انا مش مهتمية وييجي جوزها وتقوله ابعد عني يقولها انا هسيبك ترتاحي وهنا من النهاردة برا وتاني يوم تتصل بيه علشان عايز تنزل الشغل وهو رافض لانها حامل يقولها تنقشي معايا ايه انا مشغول ويقفل المكالمة عليها وبييجي البيت تقوله انت جيت ليه يقولها انت كنت عايز ترجع الشركة ويقرب منها تقوله هو انا اقدر ارجع الشغل يقولها ده بيعتمد عليك تعالي وتوسلي ليه تقوله ان عمري ما اتوسليك يقرب اكتر ويقولها متأكدة ويديها الهوية بتاعت شغلها تحاول تاخدها منه يبعدها عنها وتقع وتبعد عنه بسرعة وبعدين يعوده ويقرب منها تبعد يقرب تاني وتبعد ولما تروح الشغل يتكلموا عليها انها على علاقة مع الرئيس وازاي هي وقعته ويقول لها الرئيس انت من النهاردة هتكون المساعدة بتاعتي ورئيس السكرتاريا ويطلب من ماكس المدبرة تجيب لها لبن يقولها لو ما شربتهوش هشربك بنفسي تشربه بسرعة ويقولها انا رايح مقابلة تعالي ورايا وتروح الاجتماع متأخرة وتقوله المديرة مو ممكن تعرفني يقولها دي المساعدة بتاعت ريان تقوله انا كنت فكرة ان النهاردة عاش اصدقاء خاص ليه خليدي المساعدة بتاعتك تيجي يقولها هي جت واكيد مش هتمنعي انها كون معانا تطلب منها المديرة مو انها تشرب معاها يرفض يخليها تشرب وبيحطوا ايده على الكاسة ويقولها دي مجرد سكرتاريا انا اللي هاشرب معاك وتقول في نفسها هو منع عني ان انا اشرب هو قد ايه بيدافع عني ولما تخرج تكون المديرة السكرتاريا غطبانة لانها مع الرئيس تحاول تتنمر عليها وتضربها يجي الرئيس ويدافع عنها ويطورد المديرة ويشدها الرئيس من ايديها ويمشي وبتتأسف له على اللي حصل يقولها لو ما كانش عشان ابني اللي في بطنك عمري ما كنت هاهتم بيكي يقول في نفسه والغبية دي مش فاهماني يقرب ويقولها لو عايزة تعتذري فعلا يقرب منها لكن بتيجي ماكس ويتعصب عليها يقولها امشي من هنا ومترجعيش تاني يا ماكس لان هي قطعته وهي خارجة من الشغل بيعزموها اصدقائها على الاكل ويحاولوا يقربوا منها لان هي مع المدير دلوقتي ويجي هو وياخدها ويمشي يقولها ليه مش لفة الختم بتاعك تقوله لانه هو غالي يقولها علشان غالي ولا علشان حاجة تانية ويطلب منها في البيت انها تعمله اكل وتكون بالمطبخ ويجي يساعدها يقرب وتبعد بسرعة ويدحك هو وتمشي من المطبخ وتحضروا الاكل وبيكون الاكل حار جدا ويحاول يكل من طبقها وبيخلص الاكل بتاعها قبليها ويقرب منها وهم بيأكلوا تيجي ماكس بردك وتقطعهم ويبعد بسرعة وبالليل بتحلم ان هي مع جنج لكن بتلاقي هان تقول ازاي تصحى من النم وتقول اكيد انا الجنن ازاي حلمت بهان ليه حلمت بيه اجد عشان انا متوترة وتاني يوم يشوفها في حدقة البيت ويصورها ويقول لنفسه انا ليه باخد صور ليك يا ريان انا وانت مجرد عقد زواج ويروح لها تسأله انت رجعت ليه يقول هي حتى مرحبتش بيه برجوعي يقول لانت ليه لابسها كده بقصير جدا انت مش مهتمية بابنك تقول له مش هعمل كده تاني وبعدين بيجيب لها مساعد يهتم بكل تفاصيلها اكلها ويعلمها تاكل ازاي ويعلمها حاجات كتير تقول بس انا مش محتاجة يقولها لازم تتعلمي انت دلوقتي زوجة الرئيس ويشوفها نايمة على الكرسي يشيلها وينايمها على السرير وينام جنبها ويحضنها تسحى تتعصى بتقول ازاي بيحضنني وينام كده وتقول خلاص انا هنام لديئة واحدة بس لكن بتنام لتاني يوم الصبح ويسحى هو ويغطيها ولما يمشي تسحى هي وتقول ازاي احلم بيه اكيد اللي حصل ديه كانت غلطة اكيد كل حاجة حفرت دلوقتي كانت غلطة